اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي ربما العنوان الرئيسي الآن الذي يعني يتناقله اهل العراق من شماله الى جنوبه يتلخص في جملة ان العراق رهينة للميليشيات طبعا هذه ليست جديدة وليست حقيقة ظهرت مؤخرا كل القوى المناهضة للعملية السياسية والاحتلال قالت ذلك منذ اول يوم قالت بان هذه الميليشيات ستختص بالعراق ستتغول على العراقيين وكانت تعرف من البداية وقالتها بعبارات صريحة ان هذه الميليشيات مسؤولة عن الدماء مسؤولة عن القراب مسؤولة عن القتل اغتيالات السرقة النهي بالفساد والاستحوال والابتزاز والتسلط والطائفية والولاء للخارج منذ اول ميليشيات عرفها للعراق بعد عام 2003 ميليشيات بدر يعني كانت الصورة واضحة وفرخت هذه الميليشيات صنعت بآلة الامريكية وايرانية ميليشيات عديدة حتى وصلنا الى عدد ربما يفوق المئة ميليشيات الآن في العراق كلها بنفس التوجه نفس الاطار تغولت بالعراق سياسات خارجية حكمتها وهيئت لها الاجواء والارضية والمناخ والبيئة لكي تكون هي المسيطرة لكي تكون هي الحاكمة للعراق لكن العنوان هذا ربما يعني لذلك أقول هو العنوان الرئيسي الآن اللي يتحدث به أبناء العراق خلال هذه الفترة لأنه يعني صدعوا رؤوسنا كل الحكومات التي جاءت من بعد الاحتلال لحد اليوم تتصدعت رؤوس العراقين بالحديث عن الهيبة وعن الاستقلال السيادة والديمقراطية والحرية وكان الشعب يدرك أنه هذه كذبة كبيرة وأن قوى وعصابات هي الحاكمة للعراق استحوذت على اقتصادة على سياستة على كل مفاصل الحياة فيه من أول يوم ومن أول انتخابات عام 2005 وقبلها وبعدها كان الغرض إيراني أمريكي والغرض الإيراني واضح كان يريدون الوصول إلى مرحلة إعلان أن العراق تحت حكم قوات ليست قوات رسمية قوات من الميليشيات تحتكم إلى الخارج الحرس الثوري العراقي تشبها بالحرس الثوري الإيراني مثل ما أرادوا لحزب الله أن يحكم لبنان بالطريقة التي يحكمها بهذه الطريقة والذي أوصل لبنان إلى ما وصلت إليه وفي سوريا دخلوا هذه الميليشيات أيضا لحماية نظام الأسد واليوم نعرف ماذا يجريه في اليمن الحوثيون وهكذا القضية واضحة وإيران وراء كل ذلك ولديها مخططها في التوسع وتستغل كل هذه الأذرع وتستعمل كل هذه الأذرع لإدلال هذه الشعوب للسيطرة عليها وليضعفها الميليشيات متورطة بالجمع متورطة بالسرقة متورطة بالقتل العلني المعلن وبشكل واضح وبالاختيارات السرية بالسرقة بالفساد الملاهي ودور القمار وكل هذه هي تابعة الميليشيات وأحزاب الدولة وأحزاب ما تسمى بالدولة أحزاب العملية السياسية الاستحواذ الابتزاز المنافذ الحدودية موانئ أرصفة كلها مسيطرين عليها وبالتالي الاقتصاد بيدهم السياسة بيدهم الأمن والجيش والمعسكرات كلها بيدهم والسلاح بيدهم يعني وتقودهم طبعا وتسيرهم وتحدد لهم اتجاهاتهم إيران واضح جدا قبل أيام ربما هو هذا الحديث الذي جعل أهل العراق يتداولونه بهذا الشكل ويعني يتداولون هذا العنوان بأنه العراق مختطف من قبل الميليشيات لأن الميليشيات يعني قبل أيام أسقطت الدولة بشكل واضح وسيطرت على الخضراء لأنه اعتقلوا أحد قادة الحشد أحد قادة الميليشيات اعتقلوا وأخرجوا وما زالت الدولة تقذب ما زالت الحكومة تقذب أجهزتها تقذب تقول أنه هذا الشخص لدينا ولا دليل واحد على أنه لديهم وبالمقابل الميليشيات تقول قد أخرجناه وأخرجناه والشعب يصدق الميليشيات لسبب بسيط جدا مولي أنهم صادقين مولي أنهم يعني لا يكذبون لا هم هم مدارس بالكذب لكن لأنه تجارب كثيرة حصلت قبل ذلك وكانت واقعية قبلها كانوا 14 واحد قد اعتقلهم الكاظمي ويأخذوهم جهاز مكافحة الأرهاب للمنطقة الخضراء وإذا بالميليشيات تطوق المنطقة الخضراء وتطوق جهاز الأرهاب نفسه وتخرجهم وتظهرهم بفيديوهات يدوسون على صورة القائد العام قوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأحذيتهم ببساطيلهم هذا واقع الحال والشعب شاهد على استعراضاتهم في بغداد يستعرضون ولا أحده يوقفهم بأسلحتهم وبهتافاتهم ورآياتهم ولا أحد يوقفهم ولا أحد يتحدث عنهم وبعد أن تنتهي استعراضاتهم يبدأ الحديث حديث آخر عن أجهزة الأمنية التي انتشرت والكلام الذي لا يسمن ولا يغني هذه العامري يعني مناسبة الاحتقالات هذا زعيم ميليشيا بدر واحد زعماء هذه الميليشيات والذي قاتل العراق ثمان سنوات بغض النظر عن شكل النظام السابق ما هذه قضية لا دفاعا عن النظام السابق ولا حديث عن النظام السابق لكن كان هناك حرب بين دول كينس العراق وإيران وهو كان يقاتل إلى جانب إيران ودل العراق والعراق في جيش السنة والشيعة والأكراد والتركمان وكل مكونات الشعب العراقي كان يقاتلهم هذا ما لا علاقة بنظام أنت تكره نظام تكره فكر تكره حزب هذه قضية أخرى لكن بلدك أنت تنتمي لهذا البلد أم لا تنتمي فهو قاتل هذا البلد وبالتالي اليوم يحكم هذا البلد هذه واحدة من يعني من الأشياء العجيبة الغريبة المبكية في العراق الآن هذا العامري هذا يقول لأنه اعتقله هذا القاسم مصلح حد قادة الميليشيات قادة الحشيد وقالوا أنه اعتقله وبعد ذلك قالت الميليشيات أنها حررته أطلق صراحة هيقول هذه العامري ماذا لو اعتقل الحشد أحد القادة في الجيش أو القوى الأمنية يعني هذا لم يحصل سابقا ألم تعتقله أحدا ما الميليشيات في وسط في عز النهار مشاهدها الناس كلها اعتقلت حتى مدير عام في وزارة الداخلية في وسط الشارع وقفوه واعتقلوه وبرتبة لواء وماذا فعلت الدولة ماذا قالت الحكومة ما هذا واضح تكذبون على من وكثير من اعتقل ما أنتوا لديكم سجون ومعتقلات ولا أحد يتحدث عنكم ودعنا من المسؤولين هذا ولا يعني مثل ما يقول المثل العراقي الخارو بن أخته يعني مشاكلكم بينكم أنتم والحكومة يعني وجهان لعملة واحدة لكن أنتم تقتلون المواطنين هل سبقوا أن الحكومة طالبتكم بدماء المواطنين ما أنتم دخلتوا للسنك إلى قراج السنك وقتلتوا الناس ورفعتوا راية الخار وغير الخار هذا الكلام من قال عنكم شيء والقوى الأمنية ساعدتكم فتحتكم كل الطرق خوفا منكم لا تستطيع أن تفعل شيئا وهي جزء منكم وهي على بعد أمتار في جسر السنك منكم وقت هذه الحلقة قد انتهى نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله هذا الحديث لأنه حديث مهم أترككم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة